اوكي بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا شباب رجعنا لكم بمقطع جديد عن لعبة كونان اكزايلز وهي الحلقة الثانية فيالله خلينا نبدأ طيب شباب زين ما شايفين انا حاليا سويت الدروع الخاصة فيني متل ما شايفين سويت الدروع من الايرون عشان يعني الارمور يكون خمسة وعشرين بدلا ما كان قبل سبعة اه فيعني هون اكاديمين لازم افتح شي اجديدة بس حاليا ما بعض السراح شو رح افتح فيني افتح هدول لا طيب انا ما رح افتح شي حاليا الخطة من هاي الفيديو او الخطة اليوم يعني رح نحاول نروح طبعا خليني اخد السيف معي رح نحاول نروح نجمع موارد وبالاخص رح نحاول نجمع فحم او كل ونجمع ايرون ضروري جدا نجمع هدول الغرضين انا مكاني بالخريطة هون وعرفت كيف حدد مكان بالخريطة اي بتكبس هاي بتكبس شغلة من هون بتحدد الشكل اللي بدك يا بتحط اسم وتتغددون بتحدد مكان بالخريطة انا حطيت مكاني هون حاطت ماي هوم هدا انا طبعا هاد البيت تبعين ماي هوم انا حاطت هو ويعني متل ما شايفين هاي القلعة حكيتكن عنا من قبل ان هادول الناس اللي معمرينا ويعني و لازم قبل اول نروح نجيب فود بعدين نروح زي ما شايفتين كمان عملت هون كرافتينج لهاد لهاد الشي اذا بتطلعو هون بالدمج تبعو اذا بتضغطو هون عندو الدامج تلتين ولكن هاد الدامج تبعو واحد وعشرين يعني هاد اقوى من هداك اللعيب الوحيد فيه انو هاد مافيك تحمل مافيك تحمل الدرع ومعك هاد مافيك لان هاد سلاح يعني لازم تستعمل ايدتينك لحتى تقدر تستخدمه بس اوي كتير هالسلاح لذلك انا رح فين استخدم هادول الاثنين هذا اللي الدفاع وهذا اللي الدرب طيب خلينا رح شيل هدا وخلينا نروح نصطاد كم حيوان او كم يعني لحتى شي ناكلو نجي نطبخو هون بس خلينا نشوف اذا في شي المشكلة كمان الطبخ بهاي اللعبة جدا شغلته صعبة في عنا ثلاثة اللو مدة معينة يعني شوف يا شباب مكتوب بيخلص بعد دقييتين وعشر ثواني اذا هاد ما بستعملوا بعد دقييتين وعشر ثواني رح يخلص فانا ضرورة رح جيب اكل اطبخو اخدو معي لانه هنروح مكان بعيد يعني رح نروح مكان كتير بعيد لحتى نحاول نجيب ايرون فيعني خلينا نبلش هلا طيب هادول انا مش عارف هادول ليش اخدو معي رح 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 حطوهم بالبيت ما فرجتكن شو معمر كمان هلا فرجيكن حطت كل هون صنضيق مليان اغراض طبعا الا هاد ما في شي رح حط هاد حاول حط هاد فيه طبعا الصنضيق رح فرجي كون شو فيه بقلبن هادول في بقلبن بعض الاشياء هادول في بقلبن البرانش هادول الجزع يعني هادو هذا الصندوق فاضي هاد الصندوق فيه المعدات بعض المعدات يعني لازمتني رح اخد معي هادا شي التاني الدرع التاني احتمال احتاجه ما بتعرفه في عنا هون راس الحيوانات اللي اقتلا يعني بعض الاشياء الحلوه وما انسيت اخد معي الاسهم تبع البوضر ضروري جدا طيب الأسلم تبع البو رح أخده معي كمان لأنه ضرورية عملت بو طبعا وما كنت أعف أستخدم البو بالحلقة الأولى ولكن يعني القوس ولكن عرفت كيف تستخدمه بالحلقة الثانية وهو إنه بكل بساطة جيب هاد وحطه هون وخلص بيشتغل حركة شوي غبية يعني من اللعبة بس يعني لازم يكون زكي لحتى تقدر تعمله طيب هادو البعض الأسلحة أنا خليم بس شوف قوة هاد 21 لا كمان لا ما حلو شو عندي أشياء أخده معي أو الحبلة خلينا أخده معنا حاليا ممكن نحتاج اللي حتى نجيب حدا معنا ما بتعرف شو بصير معنا عالطريق فيعني خلينا نروح بس نصطاد كم شي اللي حتى ناكله رح متل ما شايفين أنا هون عمرت هاد من تحت الأرض مديته لفوق رح عمر هون مشان حط المبنى الضخم هداك هون وحاولت أعمل هون مبنى شوي وعملت هاي المشين يعني هاي بيطلع لكم اللاذر يعني اللي هو الجلد بيطلع لكم جلد أنا مبعش صراحة وشو استخدام الجلد بهاي اللعبة بس إن شاء الله رح نتعلم مع الوقت نحنا وياكم يعني متل فيك تشوفوهو كمان هدا من هون صناعت كل الارمرات تبعي صناعت كل الارمرات تبعي وصناعت درافة يلا خلينا نبلش بلا طول حكي وزيادة وبربرة خلينا نروح نجيب أكل أهم شي الأكل لأنه ما كنت طبعا بالحالة الأولى لما موتت بالصحراء ما كنت أعرف إذا شايفين هاد إذا بيضغط رأمة مانة تحت أسفل الشاشة شوف رأمة مانة بيشرب مي أنا ما كنت بعرف إنه معي مي أصلا أنا كان معي من أول ما بلشت لعب بمي بيعطوك مي لما بيكون بالصحراء وبتعبية بتضغط رأمة مانة بقلب المي بيتعبه فيعني هاي شغلة عرفتها جديد في عنا هون اثنين خلينا نقتلهم ولقلكم ما رح اقتلهم ما رح استفيد رح روح جيب حاول جيب أكل من هنيك يعني وكمان كان معي شغلة ما كنت أعرف استخدمها كان معي شي سيف اسمه ستون داقرز أو هيك شي كان لازم يضغط كنترول عشان استعمله ما كنت أعرف استعمله فأنا عرفت استعمله هاي هاد البيض بنو جديد في واحد اجا هون يعني على هاد السيرفر وبنها جديد طيب هاد الشخص مسالم رح يضربنا ناخد البيض هاد البيض كتير مفيد خلينا نشوف إمتى بيخلص هاد البيض بيخلص بعد خمس دقايق طيب بسيطة هلا خلينا ناخد لحم حلو تمام عطاني لحم كمان خلينا تعال هون تعال هون وين رايح تعال هون طيب عطاني هايد انا ما بدي الهايد صراحة هاد شخص بس مسالم يعني ما بيعمل شي بس تحكي معه اهو فيني اضربه لا مر حاطله خليه خليه بحاله طيب خلينا نشوف شوفي حيوانات هون كمان انا لازم اقتل كم واحد يعني اقتل كم حيوان كم محوش هون يعني اقتلهم واخد اللحم تابعهم وارجع على القرية شوي اللحم وبعدين ننطلق لرحلة البحث عن ايرون ففي شفت واحد من التعليقات كاتب انه ما اقطع الفيديو يعني خليه كامل بس انا صراحة بحس شغل مملي يعني لما ابني شي وخليكم تشوفوا كيف عم ببني البناء ما بعرف صراحة اللي عاجبوا الامر ولا لا طبعا انا جبت لحم كتير هون خلين نرجع صراحة حيصير ليل كمان لانه هاد خلين حطن هون خلين نجمع بس كم بلانت فايبر هاد العشاب عشان اقدر شغل الشي اسمه فيه الطرش الي هو هاد معظم هى اللي هو هاد عشان الليل تمام ما رب إذا بدي حط هايσك منظور الشخص الاول ولا التانى هاحطو حاليا هيك طب الاول خليني ارجع عالى القرية تبعى خليني اشوي اللحمات ضروري اذا فيهم بيض كمان يارب يكون في بيض المبيض جدا مفيد طب خليني اريد كمان بس هيك يعني هوا قليلي كمان كما هات هات كهات هات خلص بكيفي معنى خمسة وتثلاتين وهذا التعمير اللي فوق بإذن الله رح أعمل طريق من هنيك لهون زي ما أعمل طريق من هنيك لهنيك يعني عشان ما أضطر عدي المشوار وكله بس شوفي يا شباب ما نظر بالليل روعة 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 خاصة لما تطبخ أو تفست منها طيب طيب تمام نشرب ماي نروح نشوي اللحمات خلينا نحط اللحم هون ولحم هنيك عشان نضوي المكان كله حركة زكية مني تضغط هون عشان يضوي هاد ما خليهم اتنين طافين يعني وخلينا نضغط هون كمان نحط هاد كمان اللحم هون ونضغط هون سامع صوت يا شباب سامع صوت في شي جاي في شي صوت تمساح حاس في تمساح هون ما بعرف طيب هدا كيف هدا تمام صار هلأ يعني كاتبين لأنه فوق فيني ارجع بس لموت وما كنت بكبسها فالحمد الله كبستها ضروري لازم اكبسها كل ما فوت على السيرفر طيب خلينا ناخد اللحمات اللي عم يطلعوا صار معي موارد كتير حاس انه ما بصير هكسر معي موارد كتير طيب فيني ااكل حشرات بيرو الحشرات كتير مفيدة عشان لما انت وتسبح ما بيوجعك بطنك لانه احيانا اذا كنت عم تسبح اللاعب هادي يعني بيوجع بطنك ما بعرف شو السبب يعني بس يعني طبعا رح ننطر الصباح بعدين ولا قلكن ايه يا شباب رح ننطر الصباح بعدين نهجم اذا بتشوف المنظر خرافي يا شباب طلعوا على المنظر الخرافي بالله عليكم منظر محلو شوف على المنظر الرائع يا الله شوفوا يا شباب اوه يا شباب سيت قلكن على الشغلة شايفين هاداك اللي فوق بإذن الله انا رح اعمل زيه شوفوا يا شباب المش هم يطلع لكم خلني بس قدم لقدام شوية عشان اقدروا انتبوه عامل بيت من هون لفوق 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 الهنيك طب شو الفكرة الموضوع الفكرة الموضوع شايفين هادا اللي بنص هون هادا اللي عم لكم دائرة عنه هادا مصعد يعني اول ما تطلع من المصعب توك بسكبسي بيطلعك لفوق المصعب توك بسكبسي بينزلك لتحد انا هادا البيت تبعي بيت مؤقت قريبا رح ادمروا كله رح نعمل بيت لالنا هون رح نجي على هاي المنطقة اللي هون هاي المنطقة فيها وحوش جدا جدا خطيرة لازم تكونوا بدرعا ممنيح عشان هيك نحنا طالعين نبحث على كول وطالعين نبحث على ايرون بالاول رح نجيب كول و ايرون رح نجي نخيم هون رح اعمل نفس هاد البيت تبعي بيت شوي بسيط خفيف بس عشان اقدر يعني اتقرب من الموقع البدية زي ما شايفين كل واحد حاطت الغرض تبعه هون حاطين اشارات بقلب الخريطة رح نروح على كل هالاشارات صراحة لان كل اشارة اللي معنا وما رح نزا اجي على زور هاي المنطقة طبعا بس صار هادا في صراحة روح على الجليد انا حاس في حد يدربني هو حاس حد في حد يدربني اصبر 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 ابلع 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 وين جاي وين جاي يا حبيبي وين جاي خلينا عم نكمل حكي معك شا ما معه شي طيب لاحظة حبلة خلينا بس هاي الحبلة صراحة ما جربت ابدا لا لاحظة خلينا نجرب الحبلة ما قد جربت الحبلة خلينا نحط المنظور الشخص الاول ليش طور شطفة طيب نضغط رقم 8 اوو سيقي واحد فينا طيب في اوه اضغط كنترول كنترول عفوا كنترول طيب ليش معي ميجي معي علو ما صراح ما هو كيف يستخدمه اه ممكن لانه دبحت له ايدي واجرية ممكن عشان هيك طيب طيب مش مشكلة خلينا حاليا انركز بموضوعنا رح روح على منطقة متل ما قلت لك رح روح على هي المنطقة اللي فوق رح حاول خيم هون بالاول هلا حنروح حاليا نروح نجمع ايرون وكول بس ناطرني الصباح اللي يجي خلينا روح ناخد اللحمات اللي شويناها نشوف المنظر ما احلى يا الله كمان لما قتلت انا راس الوحش هداك حاطت راسه هون حاسيت الزينة حلوية بس حاليا صراحة انا ما نفسي تعب حالي بالزينة والبيت عامله يعني بشكل عشوائي جدا انا علي افكار كتير رح عامل بيتي فوق جبل رح عامل مصعد نازل من فوق لا تحت خلي يكون تحتي مي عشان نط من فوق لا تحتي على المي ما يصر لشي فيعني يا شباب والله اللعبة جدا جدا رائعة وراح نزل عندنا مقاطع كتير خلينا حاليا بس ناخد اللحمات ما رح اخد لحم كتير صراحة خمس طعش بكفي طيب انا هون بس انا خايف انه يروحوا وارجعوا وما لاقي السبون تبعا طيب انا بقترح انه صار فينا نمشي هلا حاليا بس خلينا احط الموارد اللي معي كمان هون نفتح الباب حط شو في معي موارد هون المي طبعا بدنا اياه حاليا الحبلة صراحة ما بدي اياها لانه مش بحاجة لقلانه الستون خلينا نحط هون ما بدينا ستون الهايت نشيل وزن عننا طيب البيض بدنا اياه السيد مبنية ما بعض في شو بيستخدموه هاد كمان هذا بدنا اياه مشان التورش نولع التورش فيه طيب هادو الاغراض اللي لازميننا صراحة رح حط هاد وين رح اطلع ما رح اطلع ما رح اطلع مكان خلي هون ازا بدي احتاجه برفعه بسم الله في الله نبدأ يا شباب حاليا رح حاول نحن هلا بالخريطة خلينا بس امشي الادام اللي اعرفين نحن انا جاي بالمكان الخطأ اوكي رح نمشي من هادو الطريق اللي ورا في صوت صوت غريب اوكي اجا اجا الصباح صار في صباح يعني بحل الصباح طيب انا هلا ازا كنت راجع هيك راجع خلينا نمشي عكس الخريطة لازم نروح نحن نطلع لفوق انا هون رح حاول اطلع هون جمع ايرون وكول يارب منلاقي هلا الناس نحكي معهم كمان بقلب اللعبة صار في موقت زمان محكينا مع الناس طيب يلا بسم الله خليني نمشي يا شباب ندور على اليرون وكول لك يا اخي حل عني يا اخي حل عني يا اخي حل عني حل عني حل عني حل عني ابعد عني مش وقتك هلا يارب يكون معه الشي حلو معك شي صراحة مبنية طب ما بدي اخذ لحمك كمان عشان الوزن مثل ما شافين البيت هادية طب يا شباب خليني اطلعكم واشوف اذا فينا نركب المصعد هداك ولا لا خليني نروح نشوف متحمة كثير ركب المصعد انا شايف الرؤية شوي بعيدة عن هون صراحة حاول اقربها بس شوي ند في الصغيرة تمام بس اشياء يمكنكون قربين من اللعبة يعني الطيب كيف نطلع الفوض؟ سراحة نفسي اطلع بهذا المصعد. مش عارف كيف بدي استخدم المصعد حتى هون عامل مصعد يا الله شوف يا شباب عامل مصعد هون كمان. اوووو هي المصعد فين نركب هون يمكن حينجرب.. لاحزة 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 المصعد عميطلع ما عميطلع المصعد اووو المصعد جاي نازل المصعد شوف يا شباب المصعد نازل هي الحركة جدا خرافية انا رح عملا قريبا طلعوا طلعوا بيته كيف عامل فوق Festival اذهب مزن مزاد الافقائية اركب اركب ويمو طيب طلاني او سمعت لا شوف خلف مزر كل الناس عامل هيك Genau شوف شباب هناك كمان رح نحاول نطلع من مصعد الثاني كمان عشان نطلع نعرف شو عامل فوق نطلع بالخريطة من فوق نشوف المنظر الخرافي كل الناس عامل هيك شوفوا جباب هونيك كمان ياما هدا نفسه شو اسمها طيب خليني نحفظ اسمه اسمه اتلانتس اتلانتس اوكي اتلانتس يا اتلانتس نطلع نطلع شوي لفوق نحو نعمل مصعد هون كمان الشكل الخرافي طيب طلبنا المصعد هلا المصعد جاي من فوق لتحد فيه ثلاث اربع مصعد من هناك رح او انا ما فين اطلع خايف موت بس والله هي نفسي شوف المنظر من فوق كيف رح يطلع والمنظر ما بعرف ازا حيفيه ولا لكن خايف ضيع وقت على الفاضي طيب خلص يا شباب خليني نمشي خليني نمشي ما رح ضيع وقت على الفاضي ما رح ضيع وقت على الفاضي خليني نروح ندور على المهمة تابعنا نحنا طلعين عشان نبحث على ايرون وعلى كول ما رح ضيع وقتي على شغلات غبية بس يعني المنظر رح يطلع مثل هذا المنظر طيب خلينا نكمل على امل لاقي اووو شوف يا شباب شو لقيت شايفين الفحمهت فحم فققه كمان э واوو مليان فحم هون يا شباب المنطقة واااااا شوف يا شباب حجر يجري هذا كله فحم بسم الله شو هل اوو لا 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 هادول جده서도 كرهين gaden كرهين جدا هدول. كرهين جدا يا شباب هدول كرهين جدا. خليني حط منظور الشخص الاول. ايبعد يعني ايبعد يعني ارجوك لا تجيل. طيب. طيب 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 الفحمات هدول الفحمات قبل ما حدا يأخذنا وشي. خليني انزل كيف رح انزل. خيف تأزى. ما رح ما رح تأزى الصراحة هي اللعبة فورا تتأزى ما رح تأزى. لانو ازا بنزل رح ينقص مني الدم فورا وازا هجم علي هاد يعني. ممكن يدام. شوف شوف يا شباب اه الله. خليني استعمل البو. تعال. اصبر اصبر. تعال. يلا تعال. ليكون وراي. ونرح. تعال 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 تعال. ابلع. ابلع. كم ضربة لازم تموت مات. طيب. ما نفسي خرج البو عليه كمان. ونرح للكول. وين اختفى الكول كله. يا اخي ابعد 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 خليني بس بحالي. ابعد 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 ارجوك ابعد. اوه خليني استعمل هاد يا شباب. اول مرة استعمل. اول مرة استعملتو. ابلع. والله مات. خلاص ابعد عني يا اخي ابعد 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 عني. اوه هاد بدو استمينا كتير. يا شباب عموت 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 عموت. خليني ابعد من المكان كله. استغفر الله بس. وين رح للكول. ابعدوا عني يالله يلا عن شكلكن. واوه ليكوا يا شباب بالراسة ادوان حطوا هادا. ما تقرب يا قاعد من الذين اامنوا. ابعد عني شكلي ابعد ابعد. مش وقت كله ابدا ابعد ابعد ابعد. يا الله يا الله راح الكول على. اوه لقين كهف. لقين كهف حلو. انا شفت كول من فوق والله يا شباب شفت مليان فحم من فوق. طب انا وين شفت الفحمات. شوفوا شوفوا المجزر اللي عملي هون انا. انا شفت فحم هون والله يا شباب شفت الفحم من فوق. اوه شفنا فحم. لا. كيف انا شفت فحم من فوق طيب. اوه الفحمات فوق. يا السلام شوف الفحم. الله علينا يا شباب اخيرا. والله من زمان. بس خايفي هجموا عليها دول. المشكلة انا الحقيبة معي كمان ما بتساعة كتير فا. بس درو درو لازمنا فحم. هادا ستون. what the fuck. لازم يكون فحم. كيف هادا ستون. خطأ من اللعبة. ماولي يبعطيني ستون. بس ما بنى ستون نحن بنى فحم. ليش عم يعطيني ستون معانه هادا فحم. لا 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 لا. ارغطيني شي. اوه ولا فحمsey جدا. اي شيء هرب منه. اللي هو الشق اسمه. انها تنتモق تبقى معانه. يا الله غريب ان لا ينبقيني ستون. يا اللهة. خل Lay det точ Starting. يا الله يا الله يا الله خلني اطلع لفوق ما في من يطلع اكيد ما في من يطلع يعني مستحيل خلني رجع الدم تبعي من هون بس كيف عم يعطيني ستون ما عم بفهم هذا كل كيف عم يعطيني ستون علقت كمان هلا لازم اركض الحط يصير لازم اركض عشان تروح هي الاشارة تتغبيش لازم اركض وخلي تروح يلا بسرعة روحي استحملوني يا شباب بس خلي تروحي الاشارة للغبية طيب راحت؟ راحت اخيرا انا مش فهم صراحة ما عم بقدر افهم كيف هذا الكول عم يعطيني خلاص يا اخي رحم امك خلاص ازعجتنا وينك وينك اتنين كمان يا رت واحد خلاص ابعد عن اهلي ابعد عن اهلي الله يلا عن شكلك ابعد ابعد رجوك ابعد 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 عني والله يا شباب كرهت حياتي منورها دول طب انا حروح اخد الكول اللي فوق يارب يطلع كول هالمرة نشرب موية غريب جدا غريب غريب هاد هاد ليش هم عم يعطيني؟ طب يا شباب نعرف هاد ستون طلعوا هاد ستون انا عارف هاد ستون طب هاد كيف هم يعطيني ستون؟ اخيرا عطاني كول اوكي بيعطي ستون وبيعطي كول لا والله بيعطي كول ليش هاداك عطاني ستون واخيرا واخيرا شكله كان فيه قلتش قلتش بقلب الله طب نرجع نستمر هاد سراك رافتين يا الله استغفر الله رب العظيم يا اخي نفسي ادعسك انت ويا نفسي ادعسكن 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 انت ويا ما يلعن شكلك ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد عني خليني جمع اوه اخدت راسه اخدت راسه اخدت راسه يا شباب استغفر الله والله العظيمات هل نات ما سداد ناتي لقي كل طب هجمع فحم منيح خليني اطلع جمع الفحمات اللي فوق بل كي بلاقي ايرون كمان لقى هنا بردف ايضا انقرح حقا شكله يكاهل صار نحن يبعد ايضا انقرح انقرح شو هده.. اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أشرب ما يشمع يا رب ما يموت يا رب ما موت أعطاني سم يا رب ما موت يا الله مش وقتك مش وقتك انت مش وقتك ابدا يا الله أعطاني سم لازم عبي مايك يا مان أنا شوف يا شباب الغراض تبعهم ثلاث طب الاقتراح تبعني اتبعنا يعني رح اقتل على خلاص خلاص والله هاللعبة عيس النخوة بهالحيوانات استغفر الله العظيم بس عموت عموت شو عم بصير شو عم بصير شو عم بصير ليش عمين اصدمي فوق كمان لا يا الله طب خلاص اهرب اهرب ماعد بدي ماعد بدي رح نروح بغير طريق طبعا الطريق خطر جدا طلع بس الحمدلله لقينا كل الكل جدا مهم مشان نصنع دبوت فيه فيه صوت فيه صوت غريب تمسيح يا شباب تمسيح يا الله تمسيح كمان مفيك تجي هاهاها تمسيح تمسيح خبت تمسح هادا محلة والله شكل التمسيح خرافة بلوالا جانا 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 ادك ادك طبعا التمسيح فيه يسبحو بس ادك ما فيه يسبح طب خلين نرجع بس اودي هادول الأغراض وبعدين نرجع نطلع نكفي رحلة تبعنا نجيب الايرون طيب خلين نسبح شوي والله حرام والله حرام الشي السخيف بقلب هاللعبة انه كل شوية لازم تروح توضي غراضك وترجع يعني ما بعف اذا ما كانوا يقدروا يخترعوا الشي مشان يقدر الواحد يخزن غراضه ووقف يعني ما بعرف طب لازم ناكل معنا اكل اللحمات تبعنا شكله كله عم يخلص اوه بعد في 22 ثاني كان بيخلص امنح اكلنا طب تمام الاكل تبعنا تمام عبي مي تمام عبينا مي خليني ودي الغراض تبعي الكول ضروري هلا بيقولكن ليش فتحت شوي طي شباب خليني فهمكن ليش انا بدي ايرون وليش بدي كول طيب اذا بتشوفوا هاي المكنة هاي هداش بدي ايرون بار و بدي خمسين بريك هلا انا الكول ما كان جدا جدا ضروري صراحة يعني بس يعني يعتبر من الاشياء اللي مش ممكن يعني تلاقيه بكل اللعبة يعني حت عاني لحت تلاقيه تمام فلذلك انا جبت كول وهلا حقولكن شو الفايدة منو طيب اذا بتشوفوا معي اذا حنفتح هاد هون ما رح يتبين هون لانه حيفتح بس بالمكنة او لحظة خليني نفتح بس هادا هادا يعني مشان يزدلك الحقيبة معك ووزن الحقيبة معك فك تحمل اكتر طيب اذا فرجيكم اذا لحظة بس خليني فرجيكم وان اسلاح هاداك اللي شفتو كان هون لحتى نعمل ايرون بيك لازم اقولك كرافتد اات بلاك سميث بانش مدري شو اسم هادا طب هاي المكنة كيف رح نعمله هاي المكنة هي هون بالضبط هاي هي الاسم المكنة لان بدنا خمسين بريك ومية ايرون بار البريك بعتقد حسب اذا ما كنت غلطان لازم تحط هون ستون ولازم تكون معاك هون او شي بتشيل هدول كلهم يعني بتعمل اون لا هادا مش باللحظة هاسا خلين بس سواني اذا معنا وود هون بتمنى يكون معنا وود بس ااا معنا وود تمام خلين بس اجرب شغل انا صراح ما بعرف كتير بهاللعبية لسا حاليا بعدي ما بتدق فيها طيب ما بدنا ستون يعني عشان يجيب لي انا ما بعرف صراح كيف جبت البريك ما عندي فكرة كيف جبت البريك طيب اوف اون لا صراحة مش عارف كيف جبت البريك طيب طيب لازم لانه لازمنا خمسين انا بعرف ان لازم تحطه ستون فما بعرف صراحة كيف معنى ايرون بار سبعة طبعا طيب خلي اوف هذا معنى بيستفيد منه اصلا اه شيء البرك طيب الي هون شيء الايرون بار الي هون شغل بيعطينا شيء ما بيعطينا شيء ليش ما هيعطينا شيء صراحة ما عندي ادافك اوه لازم اثنين لا اعمل لك اول شيء يحط شو اسمه فيول طب انا كيف البرك حنجيبه اوه شايفت ستون فور كونستركشن طيب وين مور ما في مور عنده سبليت انفو طيب لوس فيتنج ستونز ار بور ديفانس ستونز عم بيقولي اوه طب والله عم بيقولي ستونز يعني لازم خلينا جيب ستون اكتر معقولي لاحظة خلينا شوف اذا انا معي ستون اكتر يارب يكون معي ستون اكتر احجار يعني يكون معي حجار اكتر تمام ماي 10 ستون انا متأكد الشغلة فيها الا علاقة بستون البريكو هاد بيعطيك انا متأكد الا 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 اها شايفين يا شباب قلتلكم لازمك عدد معي ستون بيعطيك بريك نحنا لحتى نصنع هاي المكنة بالظبط لازمنا خمسين هاد وخمسين ايرون بار تمام الخمسين ايرون بار لازم نساوية باسرع وقت ممكن فالكول بشو رح يفيدنا حاليا انا ما عدي انا اوه الكل عنا عرفت بشو رح يفيدنا رح يا شباب لقيت شغلة خرافية رح نقدر نختري هاد واخيرا من زمان من زمان من زمان من زمان من زمان هذا اسمه امبروفيزد تورش لازمنا نحنا التورش عشان نقدر نصنع هاد كمان هذا هو التورش تورش بدو خمسة كول وخمسة برانش طب هلا فرجيكم شو فايتو خلني نجيب لانه هلا حيصير ليل تقريبا وين حطينا الغراض انا كل مرة بنساوين حاطت غراضي حطينا الكل بهذا الصندوق لا بل بهذا الصندوق طب خلني ناخذ بس البرانش حطينا بقول بهذا الصندوق طيب حطينا ناخذ هيك الكل هلا عرفت شو مهم عشان يعني صناعة الأضوية أو هيك نحنا ما بدنا لانبروفيزد تورش بدنا هادو التورش خلينا نعمل خليني نجربه للتجربة طيب في نصنع هاد كمان منه هادا ما دخله أصلا ضروري كان نصنع هاد مش ضروري يعني كان لازم نصنع هاد نحنا بدنا نصنع هاد دعونا اعرف ماذا يعني ماذا يفعل دعونا اعرف الفرق بين هذه طيب نرد عدونا نعمل كرافت لهذا و دعونا امال كرافتنج لهذا رأينا ماذا يفتح بنا هذا ضروري لانضروري هدوه هذا معي انا عرف ماذا هدا هلا أفرشكم ماذا طب بتاعوا معي شوى لبرا دعونا بس ما يكون غلطان لا يتفشل يعني بدون نفتح هذا من لاعي فيه لا أعفون مش هاد هاي المكنة لا ماذا تخرج لهوا طلعت غلطان ما بعرف كيف يجبوا هديك طيب وين إحنا كنا كنا هون أخيرا جبنا هدول الغراض معنا التورش معنا التورش معنا ما صنعت هديك أنا ما صنعت الطويلة رح أصنع الطويلة هاي رح تقارف شو بتعمل يعني حاليا رح أخد هاي وحطة هون وخليه أعرف شو أوكي فهمت يا شباب هاي تحط على الباب عشان يعطيك إضاءة رائعة رح حط واحدة هون عشان بالليلة يضع يا سلام يا سلام يا شباب طب هدا شو هدا؟ هدا شو بيعمل؟ أوه هدا تحطة تحطة يعني بره طب أنا رح حط واحدة هون بس عشان هيدوري هون يعني كمان يا سلام تعرف يا شباب؟ رح أعمل كتير منه سماني بس رح أحجيب التورش وين التورش وينك يا التورش أعمل كرافتينج 16 طيب رح أعمل كتير كتير أضواء رح تضو القلعة كله تبعي مش القلعة يعني المكان تبعي الصغير أنا بهمني طب هدا شو هدا؟ ماذا ما بعرف الصراحة ما عدي كدنا فكرة كيف بيعملوا هاد؟ حاليا خلينا نعمل اللي بنعرف عنه يعني خلينا أعمل كرافتينج 3 من هدا وخليني أعمل كرافتينج من هاد كتير بدي ومعد فيني أعمل؟ أوه بدنا برانش معي برانش ما ريهمك يا معلم يا شوف يا شباب من هاد لا هاد هاد اللي فيه برانش هاد اللي فيه برانش معي برانش كتير أنا حطهم كلهم بقلبس ندوه بس مش عارفواين لا اكثر من هذا مايه هاذا هو البرانش مجمع كتير طيب لازم مع فكرة لازم شيفين هذا هاذ بيعملكم اللائحة وهاذ بيعملكم لائحة ما بعرف كيف ديجيب الشايبد وود لازم اعمل هاي اللائحة وحطها قدام كل سندوق عشان اعرف شو فيه ووووو والله كشادي عندي كتير طيب جيمنا البرانش خلينا نصنع هاد طويل هاد شو هدا هاد بروتكتد تورش هاد بيحمي الطورش اوه ما قلو داعي هلا حاليا صراحة ما بفيدني صراحة ما قلو داعي طب نعمل كرافتينج 10 من هادا الاضواو ورح نولع ام الليل عن اضواو طب حاليا انا معد يلا بسرعة عامل كرافتينج يا اخي خلاص خلاص وقف وقف ما بدي يلا بسرعة نستخدم صراحة عندي كتير اغراض هون خلينا ناكل احتياطا يعني وخلينا نشرب مي متحمس كتير لحتى حط الاضواو هون اضواو 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 هنحط هذا الضوو كمان من الجهة المقابلة رح حط اضواو كمان من الجهة الثانية كمان تقريبا نحطه هون عشان يكون نفس المستوى يا السلام سلم هو ما طلع طلع هاد صراحة اعلى من هاد فما بفيدني حركه كانت رتون ان انفنتوري شيت ما فينا رجع الانفنتوري يا الله حزنة زي الهوى خلاص ها مش مهم يعني اذا التفاصيل بايخة ما رح رح ركز فيها صراحة هاد البيت بالنهاية زي ما قالت لكم ما رح يكون بيتي الابدي يعني طيب لحظة خلينا نحطه هون خلينا نحطه اا نفس المستوى يا ربي يكون نفس المستوى هالمرة يا السلام يا السلام سلم طيب هالمرة نجيب هادول الطوال سلم معنا اربع منن رح وزعن رح حط اتنين هون ما تسألون ليش حط اتنين هون بس يعني عشان نور اللي شو اسمه فيه القلعة الصغيرة تبعي فيه مش القلعة البيت تبعي الصغير فيه حطينا واحد هون واحد هون تمام خليني حط ازرعة واحد هون كمان عفوك انا جوه بالبيت ما حاطت اضواه لذلك رح حط واحد مش بالنص لا مش بالنص رح يطلع منظر بايخ جدا رح حط واحد هون طيب رح حط واحد هون بما انه صنعت كتير يعني خليه كمان يادا خليين حط واحد جامبه هاد وراح حط واحد جامبه هاد ليش حط واحد هون هيك بيعطي منظر حلوة يعني ما مش عشان شي بس عشان منظر عشان البيت تبعي زي صار بالليل خلص ما اكل هم خلينا حط واحد اه خلينا حط واحد هون طيب في صنعة واحد تالت او صنعت واحد تالت تمام لا عشان انا نفسي حط واحد هون وما نفسي حط هون يعني لا ضرور لازم حط بالجهتين ما بستحكم يعني لازم يكون هيك شغل مرتب تمام كنت ناوي يسكر هادول كلهم خلينا نرجع الموارد تبعي شفتوا الكول قديش مهم هلا كسبنا كل هالشوالات بس نحنا كان اللي بهمنا الايرون ضروري نجيب الايرون اذا ما معنا ايرون مشكلي طيب خلينا نرجع كل هاله الغراض اللي قمت على عفوة معنا نرجع هدول جرجع رجع كل شي خلي التورش امبرويزي التورش طيب التورش فينا نمسك وقلو مدة؟ قلو خمس داعي مدة طيب خليخلي التورش معنا صراحة رحشيل التورش حاليا ما رحخليه مايه حاليا يعني حخليه بايدة تانية مشيل هادول كلهم طيب شيل 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 يا مدير شيل يلا خلينا مشي البيت تبعنا سعمضوي يارب ما يصير ليل خلينا انطلق على رحلة البحث عن هاي المرة أنا صراحة نفسي غير الجهة اللي روحت فيها لأنا لأنا كتير كل بس لأنا كتير كمان نوحوش الدايئ نو ما استمتعنا أبدا خلينا حط منظور الشخص الأول عشان بعض الناس بتحب هيك وبعض الناس بتحب هيك أنا بصراحة بحب نوع بيناتهم شوفي هون سامي الصوت يا الله أبعد عني مشان بيرحم أمك أبعد عني طيب ويصبح يا معلم شاء لا تقول لي بيصبح معي كمان لا راح فكرت حيصبح معي كمان طيب هنزور الشخص الأول مدير التاني هون أحسن طيب طيب نعب الميت معنا بسراحة قبل ما نطلع تمام طيب يا شباب لا 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 أبعد عني أرجوك أبعد عني أنا صراحة حاب بحط هاد المنظور الشخص اللعب فيه هيك مشان أعرف شوفي حلو حوالي كمان بفيدني شفتوا أنا لو وقف براي ما بعض إذا في حد براي هيك بقدر عارف إذا في حد براي ولا لا عارفين فاستحملوني اللي بحب يحضر يعني للأسلحة باس ما بحب يحضر اللي شو اسمه استحملوني يا شباب والله أسف خلينا نحط الدرع كمان شوف الدرع بحمي حالي هي بحب اللعب طيب لا لا ما حنروب هجا وين حنروح أنا حاليا حروح حاول إطلع للفوق اطلع بال تفرعات يعني عشان لا يأيرون على الجوانب إذا فيني روح من هنا الجهة لا خلينا لازم أطلع من الفوق ضروري يارب ما يجي حدا يارب ما يجي حدا يارب ما يجي حدا أجاني هذا طبعا هاجمني كمان من جديد خلاص خلاص لا تجي لا تجي خلاص فهمنا أنك بطل لا تجي طيب نطلع للفوق خلينا شوف شوفي فوق طيب خلينا نروح شوفي فوق تمام أبعد عني أبعد عني يا ابن اللزين أبعد عني والله بفتح راسك فتحتين عملي فيها يعني زكي خلاص ابعد خلاص ابعد والله بطير راسك مكانه لازم نفسي أعطيك هيتشوت وطير راسك من مكانه خلاص خلاص زناخت اللعبة فيها هاي الشغلات يعني ما بعرف صراحة ليش ما بحطوا حد محدود للحيوانات بقلب هاي اللعبة مش طبيعي طيب خلينا نشرب خلاص يا أخي والله العظيم دايقون يا دول صراحة خربوا أم الحلقة خلاص 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 ابعد مش عاف كيف دي أخلص منه ابعد خلصنا بقى شوفوا هاد آه الله قديش تعبان على البيت تبعه في سبايدر جوه أنا صراحة خلني أطلع على فوق بلا أكل هوا اللي عملته قبل شوي ولحقني سبايدر وعطاني بويزن وأكلنا هوا ما نوسي أكل هوا الشرع Ark هنا ماذا يجري الإنسوا أجاني J FT أول مرة بشوف قبيل بقلب هاي اللعب سبايدر سبايدر يا شباب سبايدر يا الله سبايدر يا شباب يا الله سبايدر شوفوا بيت هادي يا الله مشغل كل الاشخاص بقلب لعبي مشغلهم كلهم جايب اربع اشخاص مشغلهم يا الله بخلص من حيوانه بيطلع لحيوان تاني استغفر الله العظيم خلاص ابعد عني يا تمساح يا مؤرف يا ابن الذين امنوا سبايدر تاني سبايدر تاني يا شباب سبايدر تاني اوو لو عملت بيتي هون يا الله منظر رهيب والله هي نفسي اعمل بيتي هون يا رب ما قوقع بس لان هون بيضحت كتير احيانا نشرب شوية مي لانه هدا اعقلو مش معه فورا بيالي رح موت يا الله لو عمل بيتي هون والله اني غبي بيتي هون رح يطلع خرافي لا حزر 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 يا شباب كأنني اللي شايف اللي انتوا شايفينو شايف اللي شايفينو معي ولا هي مش مغرب مش مغرب والله يا شباب نفسي أعمل بيتي هون صراحة رائع المنظر يا الله ولأ أعمل مصعد من هون لتحت عالمي الله على المنظر يا شباب شوفوا المنظر يا شباب منظر رائع صراحة رائع 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 وين نحن بالخريطة فوق منظر رهيب جدا 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 رهيب شوفوا هاي القبائل اللي شفنا تحت والله إذا بقع تحت بروح ميت حصريا حصريا ميت فورا والله ما رح نزل صراحة ما رح طاحية رح رح من الجهة الثانية إذا بنزل فورا بموت طيب خلينا نشرب مية ما عد معي مية كتير كما لازم يمشي حد مية ضروري لازم يمشي من هي الجهة اللي تحت ما بعرف لاش اللعبة أحيانا بصير فيها دروب ما بعرف زي مني من الجرافيكس تبع معنو الجرافيكس تبعي GTX 1060 للكرت الشاشة يعني لازم يتحمل لازم اللعبة تتحمل فهم ما بعرف لا 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 خلين ناكل شوي وين الاكل؟ اوكي فكرت راح الاكل خفت والله طيب 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 ركز يا محمود بدنا ايرون بدنا ايرون ركز يا محمود بدنا ايرون انا وين راجع انا راجع لورا انا ليش عم برجع لورا طيب انا لازم روح لهيك هذا الكل صرنا نلاقي وين مكان انا تحمست لاني لقيت كل صراحة ما بعرف لاش تحمست بس صراح الشي حلو انك تلاقي كل هلا انا اذا بنزل لهون والله بموت رسميا ما رح انزل والله بموت يا شبا انا ما نفسي موت وخرب ع حالي بنفس الوقت الحلقة عم بتصير بايخة يعني لانه عم منضيع بوقت عشغلات غبية جدا كان لازم انزل من تحت فورا فان شاء الله ما بموت هون لا ما بموت ما بموت صراحة لانه خلص معروف يعني شو هدا ليش هيك اضواء تحت يا الله صار الليل كمان مش عارف كين بتلاقي ايرون ضروري لازم نميت حبة ايرون طيب 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 تركيز تركيز تايم تركيز تايم قرب ولا بدبح راسك قرب 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 عمل لي فيها الرجال قرب اوه فكاد حدا جاي ضروري بنا ايرون يا شبا عم نرجع لورا مش عارف ليش عم برجع لورا انا مكي ما في مكان لروح له لازم اطلع لفوق لفوق كان مشكلة ما في طريق فوق انا هلا كنت فوق ضروري لازم نميت ايرون صراحة انا بشوف الناس باليوتيوب يعني بنزلوا عندهم ايرون بكون هيك على الجوانب على الحفاف يعني فما بعرف انا ليش ما عملاي ايرون طيب حنظلنا نكمل نواصل البحث عن ايرون لك هاد شو عامل قصر ببيته هلا اذا فت عبيته كيف رح اطلع هو في طريق الحمد لله في طريق طيب 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 لحد هلا ما خسرنا شي في وحش هون هاد ما بقرب علي اذا ما قربت علي بإذن الله ما تقرب علي اخليك مسالم طيب ما قرب علي في سبايدر هون كمان نحن راحين باتجاه الخرب وال طيب جميع انواع الحين نحن طريقنا غلط انه لازم نروح على الطريق الصحراء لحتى نلاقي الايرون صراحة يعني انا كنت تشوف ناس بيجيبوا الايرون من طريق الصحراء واي يا شباب شوفوا هاد باني قلعة باني جسور باني بكل حفة باني مدينة هاد رجاء جاني هاد استغفر الله رب العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله نفسي يجي نفسي يجي والله دحضره من تحت لتحت طب هاد انا فتت بيت واحد وكيفيدي اطلع منه يعني هاد شوه المسخرة هيك طلع طلع اجا الليل كمان اجا الليل اجا الليل ابعد عني ابعد عني لا مشكلك ابعد عني ما كان نقصني غير هاد بالقلب اللعبة حاليا فعليا ما لاينا ولا حبة ايرون ولا حبة ايرون وحل الليل كمان والوضع جدا خطير انك نمشي بالليل ونحن راحين طريق جدا غلط ولا لكن معقول ان احن راحين طريق الصح والله ما بعرف يا شباب ازا بلازم يروح هيك ولا هيك فمش عارف فين اي نطب قلب الماء فورا ما بعرف ازا بموت اي ازا بنطب قلب الماء خايف اني ما انزل بقلب الماء لا ما رح انزل بقلب الماء هيك شكراً لسفين stabbed أغلبة س esperarعي من وهناك قفت س明譜 لم تأشف لم تشارهم لم ت pod لم تهم غريب ما بيسبح بقلب الماء يعني من المرتفعات هاد ولا شو الوضع صراحة شي غريب جدا طيب نزلني بقلب القرية تبعي خليني يرجع ساوي سريع ع السريع بلا ما يرجع بلنا برانش بلنا طوين طيب خليني نرجع ساوي بس قرية ع السريع يا شباب والله صراحة انا محطم نفسيا يعني موتت بسبب غبي جدا طيب انا مبعف ما توفقنا صراحة بهاي الحلقة جدا ابدا ابدا ما توفقنا خليني ارجع نزل اسمه تبعي السباوم تبعي يعني يلا يلا بسرعة رح ينزل هون طبعا خليني نحط السباوم تبعي ارجع هون وارجع سبت النقطة تبعي صراحة تحطمت جدا ما لقينا شيب هاي الحلقة فلذلك رح اضطر وللأسف الشديد ان هي الحلقة هون لانه زي ما ازا طفيت التورش كيف رح يطلع المنظر اوه عادي تمام فالاسف الشديد شباب رح اضطر وقف الحلقة هون فرح نضطر نروح بمغامرة ثانية بحلقة ثانية يعني الحلقة الثالثة بإذن الله رح نروح نلاقي ايرون متل ما شفتوا شو صار معنا رح حاول ركز اكتر رح حاول ادرس الخريطة اكتر رح حاول لاقي طريق خلف الكواليس يوديني فورا لهاي المنطقة النص بدون ما نمرؤ من هون والحيوانات هدول كله لانه جدا جدا مهم انه نلاقي ايرون متل ما قد لكم لازم نستع هاي المكانة ضروري هاي الماشين يعني ضروري ضروري جدا عشان نعمل الاسلحة الضرورية اللي إلنا وبتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة مع السلامة اشتركوا في القناة